حل الدولتين عنوان يطرحه البعض على أنه الحل الوحيد لتطبيق السلام والاستقرار في المنطقة فما هو اتفاق حل الدولتين؟ هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي بوجود دولة إسرائيل ودولة فلسطين جنبا إلى جنب ضمن الحدود التي رسمت بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 وتم حينها رسم الخط الأخضر الذي يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة وآت تجسيد هذا الاتفاق في القمة العربية في بيروت عام 2002 ولكن هذا الاتفاق لم يطبق بسبب اعتراض اليمين الإسرائيلي وحركة حماس وقت اللي نحن منقول رايحين حكما على حل الدولتين لأنه عمليا اليوم اليسار الإسرائيلي وما يعرف بالاعتدال الإسرائيلي هن بأيدوا حل الدولتين وأي حكومة ستنشأ ما بعد انتهاء الحرب ستنشأ من خصوم نتنياهو وخصوم اليمين الإسرائيلي يلي ما عاد يقدر يمشي بإسرائيل فأزن من جانب الإسرائيلي سيكون هناك تأييد لحل الدولتين ومن جانب الفلسطيني يعني منظم التحرير الفلسطيني السلطة الفلسطينية بإيادة أبو مازن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تؤيد حل الدولتين حماس ترفض التفاوض وفق إطار يعترف بوجود إسرائيل وفكرة حل الدولتين الحل الأقرب إلى التنفيذ هو أن الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والدولة العبرية أو الدولة الإسرائيلية بتكون عاصمتها القدس الغربي وشدد خيرال على أهمية الدور الأمريكي في رعاية تطبيق حل الدولتين مرجحا تكليف وزير الخارجية أنتوني بلينكين كوسيط للإشراف على المخارج والحلول ترجمة نانسي قنقر